هذا واختتمت اليوم أعمال منتدى حوار المنامة 2020 الذي عقيد في مملكة البحرين على مدار ثلاثة أيام حيث شهد المنتدى مشاركة حيوية ونقاشا فعالا بين مجموعة من الشخصيات القيادية والوزراء الحكوميين بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين الذين ناقشوا أبرز التحديات الأمنية الأكثر الحاحا في الشرق الأوسط والحلول والمبادرات القادرة على تدليلها المزيد في التقرير التالي مشاركات حيوية ونقاشات فاعلة ومتواصلة يشهدها مؤتمر حوار المنامة في دورته السالسة عشر الذي يعقد بمشاركة كبار الشخصيات القيادية والوزراء الحكوميين بالإضافة إلى نخبة من الخبراء وصحاب الرأي ومجتمع الأعمال والذين جاءوا إلى المنامة لبحث أبرز التحديات الأمنية الأكثر الحاحا في الشرق الأوسط وطرح الحلول والمبادرات القادرة على تدليلها وكانت أعمال مؤتمر حوار المنامة قد انطلقت بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وبكلمة للدكتور جون تشابمان المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط وفي كلمة وزير الخارجية أمام حوار المنامة في يومه الثاني أكد سعادة الوزير أن أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة سبعين عاما وهو ارتباط ازداد قوة في الأوينة الأخيرة مشيرا الزياني إلى أن أحد الأسباب التي دفعت مملكة البحرين إلى إطلاق حوارات المنامة منذ أكثر من عقد هو إدراكها أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فاعل إلا كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي وأضاف الزياني أنه من الضروري تغيير التصور للشرق الأوسط على أنه منطقة مشكلة مشيرا إلى أهمية بناء منطقة تتبنى الحوار والاحترام المتبادل ويدعم فيها التعاون والمصالح المشتركة وكان مؤتمر حوار المنامة قد شهد مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والذي أكد في كلمته المؤتمر على استمرار المملكة العربية السعودية بالتزامها بتعزيز الأمن الخليجي كما أكد في الوقت ذاته أن المملكة العربية السعودية أظهرت التزامها الكبير تجاه المجتمع الدولي إذ قدمت من خلال اجتماع مجموعة العشرين التأكيد على التزامها ومساهمتها بضخ 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي ودعم التطعمات واللقاحات إلى جانب توجيه 14 مليار دولار لإغاثة الدول الأكثر تضررا من الجائحة كما شهد مؤتمر حوار المنامة كلمة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين موشيدا بالنجاح البالغ الذي حققه هذا المؤتمر على مدى السنوات السابقة وعلى الدور الكبير الذي تشكله مملكة البحرين في تعزيز السلام والازدهار في جميع أنحاء العالم هذا وتناولت جلسة مؤتمر حوار المنامة في اليومين السابقين موضوع الحكامة العالمية في عقاب جائحة كوفيد-19 إضافة إلى جلسة حول أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي أما الجلسة الثالثة فتناولت موضوع التعاون الدبلوماسي عقب الجائحة فيما كان موضوع تسوية الصراعات في الشرق الأوسط موضوع الجلسة الثالثة وفي ختام حوار المنامة في اليوم الثالث تمت مناقشة موضوع الدبلوماسية والانتشار الإقليمي بالإضافة إلى دبلوماسية الدفاع والتجديد في الشرق الأوسط واختتمت بجلسة التعاون الأمني الجديد في الشرق الأوسط اثتمت تأكيد خلال الجلسات أن الأسلحة النووية تشكل تهديدا خطيرا للكوكب وهو أخطر ما تمت مواجهته على الإطلاق كما أن إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ولأسيما خطة العمل المشتركة الشاملة ولا تزال تزعزع استقرار المنطقة